الأستاذ هاني توفيق ده خبير اقتصادي وخبير مصرفي وخبير اكتواري وخبير بورصة وخبير مصرفي وخبير بنكي وخبير استراضة تصدير وخبير تصفية وخبير كل حاجة ده خبير شامل قال على صفحته عاجل عاجل ايه يا استاذ هاني وطبعا لما هاني توفيق هذا الخبير الكبير يكتب على صفحته عاجل البنك المركزي المصري بيرفع الفائدة 3% اربع نوع جنب بعض معناه بص الخبرة بقى بص راجل بيطلع خبرة كده من كل مكان معناه تخفيض للجنيه خلال الساعات القادمة ده مين ده اخوكم هاني توفيق طبعا انبالح الكلام ده كان امتى ابراهيم كان يوم الخميس لا استاني ابراهيم استاني 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 هاتلي الخبر الاولاني اي هو ده هو ده من كل الله ابراهيم الراجل ده بعد ما عمل الخبر خلال خمس دقايق خلال خمس دقايق خمس دقايق كتب الخبر 148 شير 148 واحد نقله خلال خمس دقايق ما تجيبوها ليه إبراهيم لازمحد خلال خمس دقايق يا جماعة لأنه هني توفيق راجل معروف وراجل بتاع الاقتصاد والناس ببصوله على أنه يعني كنز هذا الزمان كنز ده الراجل بتاع الاقتصاد العظيم جدا هو بيمثل يعني الصوت الضمير الحي اللي بيمشي على الأرض فالراجل كاتب عاجل البنك المركزي للمصر يرفع الفائدة 3% وقال أن ده معناه تخفيد الجيني خلال الساعة القادمة يعني وقال أن البنك رفع الفائدة 3% وكمان كمل ده يا جماعة معناه أنه الجيني هينزل والدولار هيطلع بصوا يا جماعة قادل أستاذ هاني وبسرعة كان فيه كم دقيقة خمس دقايق في خمس دقايق 309 واحد عملونه لايك و10 ناس على الأولو و148 واحد شيروا الخبر ال148 واحد دول بالتأكيد كل واحد فيهم شير الخبر واللي راح له الخبر شيره تاني تخيل حجم المعلومة وصلت لكم واحد في خمس دقايق نتيجة أن الأستاذ هاني توفيق كتب هذا الكلام الراجل بعد شوية قال اتضح أنه بخصوص رفع سعر الفائدة تضح أنه بخصوص رفع سعر الفائدة الخبر الذي نشرته نشرته سي ام بي سي عربية لا أساس له من الصحة خالص اعتذاري اعتذارك يا أستاذ هاني غير مقبول لأنه اعتذار لا ينم عن خطأ وإنما جريمة مكتملة الأركان وخطيئة ليس في حق شخص يقبل الاعتذار أو لا يقبل وإنما في حق اقتصاد أمة ودولة وبعدين لما يجي الراجل هاتلي القديم يا أبراهيم لو سمحت أنا مش قصدي والله إن أنا يعني أقول إنه الراجل غلط واعتذار وإنت مكبر موضوع على الإطلاق والله أنا لا يسعدني إن الراجل يغلط ولا يسعدني إن أنا أرد عليه لكن لأنه الموضوع ده بيتكرر كتير ناس بجيلهم معلومة غير مؤكدة كان عليه واجب إنه يتأكد الأستاذ هاني توفيق بالتأكيد يعرف عشرات الشخصيات المطلعة في البنك المركزي ويعرف عشرات من القبراء المتابعين لهذه الملفات وبالتأكيد يعرف يوصل لموقع البنك المركزي ويقدر يوصل لموقع وكالة أنباء الشرق الأوسط ويقدر يوصل لأي موقع رسمي للدولة ويشوف هل أصدر البنك المركزي المصري قرارا برفع سعر الفايدة 3% جملة واحدة كان يقدر يعمل هذا الكلام لما يجي واحد يقول لي الحق في قرار صدر دلوقتي أنه سعر الفايدة زاد 3% هعمل ايه أنا بيجي لي هذا الكلام بعمل ايه رجعوا لي بقول لزميلي رجعوا لي بسرعة الموقع الرسمي للبنك المركزي او اسألوا بسرعة حد من الناس اللي تعرفون في البنك المركزي او على الاقل اتصل بنفسي بأحد الشخصيات الفاعلة في القطاع المصرفي او على الاقل اشوف واحد من المحررين اللي شغالين في البنك المركزي عندي كان مئة قلية للأستاذ هاني توفي ان هو يتأكد من الخبر واللي قال عليه عاجل طب انت مستعجل ليه يا أستاذ هاني يا انت مستعجل ليه انت فرحان له في الخراب يعني انت المفروض قبل ما تكتب عاجل روح اسأل اعمل اتصالين ثلاثة عشان تجيب المعلومة مظبوط عشان تبقى مصدر مظبوط لكن الراجل اول ما شاف الخبر سمع وتابع تقرير هقول لكم عليه في سي ام بسي عربية وما فهموش او فهم بالمشألب او هو هو نفسه عايز يتمنى هو في هذا الكلام طلع اللي هو نفسه البنك المركزي يعمل سعر الفايدة ثلاثة في المية علشان الجنيه يقع علشان يقول انا صح انا قلتلكو يا جماعة انا خبير عظيم جدا مش قلتلكو ان الاقتصاد هيقع انا مش قلتلكو ان الخراب مستعجل هو انا مش قلتلكو ان سعر الفايدة هيزيد وهذا يعني انه الجنيه مستوىه ينزل ودرها يطلع والاسعارها تزيد والناس تتحرك والبلد تقع انا مش قلتلكو هو ده اللي عايزه هو ده اللي عايزه هاني توفيق وغير هاني توفيق انا مش داخل جوه نوايا حد ممكن يكون الناس نواياها سليمة لكن بقول اللي بيظهر قداني خطأ هيطلع الناس يقول لك انت ايش وصلك لعلم هاني توفيق وخبرة هاني توفيق وعظمة هاني توفيق يا سيدي ربنا يملاق بركة على رأسي كل هذا الكلام لكنه ارتكب جريمة مكتملة الاركان في حق الاقتصاد المصري مش حقي ولا حق الدول مش حق ناس ده حقنا كلنا لما يجي الناس تعرف ان سعر الفايدة زاد 3% دي معناها بتغير من قرارات قد كم مليون واحد البورصة بتعمل ايه سمعة الاقتصاد بيروح فين انا معرفش القرار الصحة ولا غلط لكنه معرفش ان القرار يعني اقتصاديا مرضوده ايه لكن اعرف ان الكلام اللي قاله هاني توفيق كلام كذب كلام عاري من الصحة طيب هو ليه استعجل ده سؤال بترحه ليه استعجل ليه ما اسألش طيب هو هل يؤقل لخبير اقتصادي يصدق انه ممكن البنك المركزي يزود كده قرار 3 في 100 مرة واحدة ما حصلتش في العالم يعني انا مش قادر اتخيل كيف مرر الاستاذ هاني توفيق هذا الخبر الخاطئ المكذوب بهذه السرعة دون ان يتحقق منه طب ازاي انت خبير طب ازاي يصدقك بعد كده هذا البوست اللي كتبه الاستاذ هاني توفيق اعتقد انه فاضح لكثير من الممارسات على نفس الشاكلة وبعدين اعتذر بعد شوية وقال انا اسف يا جماعة هات يا ابني انا اسف يا جماعة اتضح ان بخصوص رفع سعر الفايدة الخبر اللي نشرته CMC انا معرفش CMC ما نشرتوش انت اللي نشرته المية ستة واربعين واحد اللي شيره واخدينهم من صفحتك انت مش CMC اللي بتفرج على CMC الخبراء الاقتصاديين وانت للأسف يا سيد زهاني اتفرجت على تقرير نشرته CMC لانه كان بيقول انه الدولة المصرية خلال السبعة امان شهور اللي فاته خارت اجراءات منها رفع سعر الفايدة ثمية خلال الفترة اللي فاتت مش دلوقتي ومش اللي جاي انت فهمته غلط او هو جاء على معدتك زي ما بيقول اهو لا اساس له من الصحة خالص اعتذاري هو اعتذر طلعت بسرعة CMC قردت له لا ما حصلش انا ما قولش كده هات ليه من CMC اهو قناة CMC عربية لم تنشر اي خبر عن رفع سعر الفايدة في مصر بل نشرت تقريرا عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لكبح التضخم والتي من ضمنها رفع اسعار الفايدة بالنسبة الثلاثة في المية منذ بداية العام هو ارى سمع تابع شاف ثلاثة في المية جير بسرعة الحق شير هو جماعة احنا بنعيب على ولادنا الصغيرين نقول له تحقق قبل ان تشير اسأل اوعى خلي الحاجة راجع نفسك يطلع هاني توفيق نفسه اللي بيملق الدنيا صخبا وضجيجا واستنتاجات وتحليلات وانه للدنيا كلها هو بس الوحيد اللي فاهم وحيد عصره وفريد ظهر وفي الاخر يطلع اقول لك يا جماعة ما كنتش اقصد انا نقلته من CMC وطلعت غلط لأ CMC ما قالتش هذا الكلام انت اللي فهمت غلط لانك عايز تفهم غلط موسيقى